بسم الله والصلاة و السلام على رسول الله برحبكم عزlich موضوعنا اليوم سيكون عن البرانوراما 360 كيف نرفعها على الفيسبوك على واتسب على الانستغرام بطريقة جدا بسيطة و سهلة و كيف اتنقل من فيو الى فيو اخر داخل البرانوراما مع امكانية التأدية عليها بشكل معين وبشكل خاص هذا بلاد فورم مجاني ممكن التواصل معها عن طريق الوبيب و هنعطيكم الان خطوات العمل كيف نرفع الصور كيف نحصل على الرابط هذا اسم الموقع الذي ستعمل معه اول ما ادخل فيه حمل اكاونت مجاني طبعا اذا اردى عندك اكاونت بيضغل عليه مباشرة انا هعمل الان كريايت لانيو طبعا ممكن اعمل لوجاوت اكاونت او كريايت نيو اول شي بيسألك عن اسم البروجيكت تبعك اسمه 360 شو البلاتفورم اللي سيختاره فيه كثير بلاتفورم لكن اقرى ما يكون للبانيرا اقرى ما يكون لديه 360 اميجز اختار هذا الابشن اختار الان فايلز لازم ارفع فايلز بس قبل ما نرفع الفايلز انتبه فيه اشي اسمه public وفي اشي اسمه private public انه اي حدا على الويب سيشوفها ويستخدم شغلك فالامور ستكون مفتوحة كثير اذا كان private يجب انه يكون اليك خصوصية بيدك تشترك واشتراكه شهري 10 دولار لكن public اكيد اكيد اللي حيرفع على فيسبوك حيرفع على انستغرام حيكون ما بهمه الموضوع كثير بالعكس بهمه انه ينشر شغله فالتسي انه public وحاطي create اه حختار الصور صوري اول شي بقودين على فولدر مباشرة عندي على الجهاز فاعطي open وcreate الان بعمل uploading وحسب سرعة النت عندك بعمل رفعهم ممتاز خلصنا الان ممكن التنقل داخل هذا المكان وانتقل من المكان الى اخر مباشرة سمالي الفيو الاول اسمه photo one وعنده قدر اغير اسمه و photo two للمكان التاني بمكانا نغير بكل بساطة لتسي هذه غرفة النوم اغير فيها ايش معين مثلا التيفي اللي عندي هون فممكن اعمل close بطلع المنيو كتير كبير المنيو اللي هي عبارة عن organizing اللي كنت فيها سابقا الان ممكن اعمل اعمل hot spot hot spot يعني المكان اعمل عليه كليك معين ممكن اعمل يكون orbit اسمه text معين اطلع في المنطقة الامامية عندي هون ممكن ادخل صوت ممكن اعمل continuous كيف يعني orbit rotation كليك عليها بس اعطيها on لحاله سيتحرك معي بشكل اوتوماتيكي فاي حد سيشوف اللينك سيشوف انه بلش يتحرك بشكل اوتوماتيكي طب لسي انا حاب ادخل صورة ننزل الاسفل flat image حاب احط عندي tv flat image كليك على flat image بحكي لي ارفع الصورة اللي انت حاب تاخذها اعمل تعيينة صغيرة لصوتة tv upload سيحطليها في المكان حاول ان اعمل ازاحة طبعا المنيوز اللي على يمين بتعمل تحريك بشكل الصورة بشكل او باخر طبعا يفضل يكون حجمها مناسب للمكان هنا في scale تقريبا اخذها شوية على اليمين خلصنا صار جزء من المشهد مباشرة ممكن انتقل لمكان ولمكان اخر بهالطريقة الآن close وممكن احق اول من ال options واختار مثلا ال navigation hotspot احب ان يكون الغرفة الثانية اللي انا حروع عليها تكون مكانها في المكان اللي هون فلما انتقل بال vr لما البسها حمل click عن طريق الجير اللي معاي على مكان معين لانه بالجير لما البس النظارة ذي vr ما بتطلع من المنيو هاي فبدي احط hotspot click واختار hotspot لتساف المنطقة اللي هون فال hotspot هاي اللي هتودينا للغرفة الثانية وبالغرفة الثانية هكتار كمان hotspot وحطها gbc عند جهة الباب فعندي جهة الباب في المكان اللي هون بعطي hotspot في المكان اللي هون فهذا المكان او الباب هاد بيوديني على الغرفة الثانية والغرفة الثانية او الزونة الثانية بيوديني من نفس المكان على الغرفة اللي هي الاستقبال فممكن اتأكد من الموضوع الان في عنده بسين elements ممكن اضيف sound ممكن اضيف sound لكن هذا لسه تستنج بصراحة في عندنا options ممكن يضيف لك يضيف لك 3d elements لكن هو لسه تحت التطوير في كثير options بتجنن في عندنا gif animated ممكن اعطي option متحرك داخل المشهد لكن هذا لازم يكون برو يعني لا تكون لك حساب رسمي عنده عشان يعطيك هذا option الامر جدا سهل و بسيط ما مش محتاج اشي معقد ممكن ادخل فيديو في مكان معين بدل الصورة اللي دخلتها للتي في كصورة داخل فيديو لكن كله للبرايبت افضل ما يكون للبوبلك افضل ما يكون افضل ما يكون بدون فيديو لانه بعمل داولود باخر وقت الداولود ما بنصح انه نزيد حجم الملف خلينا على الصور للي حاب شغلة سريعة وما بتوخذ وقت خاصة بالداولودن الفيديو عادة يحمل بوقت اطول على اغلب اعتقل خلصنا خلص الان القطع اللي عندي هون ممكن اشوفها عن طريق ال vr بال vr وانتقل عن طريق ال hot spot زي ما حكينا سابقا من مكان الى مكان اخر عن طريق ال gears ممكن اعطي escape عشان اطلع من full screen والان هاي share ممكن اعمله sharing وابعثه لأي مكان هاي اللينك تابعي اعطي copy او اكبس على كابسل اللي هون بعملي copy link لا وممكن اعمله embedded embedded انه يكون في يعني copy paste لكن ما بدخوا على الموقع مباشرة بتسيب داخل الفيسبوك هاي نقطة كثير مهمة لما اخذه كلينك اللي حيشوف اللينك حيروه على الموقع يشوفه من الموقع لما اعطي embedded حيكون داخل الفيسبوك او داخل الانستجرام او داخل الواتساب فهاي بتسرع اكثر عملية عملية المشاهدة بشكل عام وال size ممكن احدده باصغر او اكبر بس بالنهاية size 640x400 بصراحة غير مشجع يعني مش كثير واب يعني هتحس انه صغير واللي بيشوفه ما بيكون مرتاح عشان هيك الجماعة حكي لك اذا بدك انت يعني حجم اكبر بدك تدفع فعشرة دولار شهري قيمة الاشتراك فاعتقد انه هذا كافي كوبي الو حطوه على الفيسبوك الخاص فيه 3dmax بتريوني حمله بيست في المنطقة هون شوف مع بعض شو بطلع معاي ايش جمل شي انه بعطيه كبير 8 preview سامبل واو كثير حلو بوست صحيح او لا بصورة هعملوا بوستنغ وعملوا كليك هون نقل لي للموقع مباشر انتبوها والان بنتقل من نفس الموقع وعملوا كليكينغ يمين شمال اها صار في ازاحة للصورة ننتبه ننتبه لو انت مشترك بفلوس ما بعمل ازاحة بهالشكل لكن بالنهاية اشي كثير حلو كثير ممتاز خطواته بسيطة سهلة واللقاء الجاي معكم سيكون ان شاء الله باشي جديد السلام عليكم بصورة السلام عليكم اشتركنا اشترك Click